الفاصل ده هتكلم مع الستات ازاي تحافظ على انثويتها لسببين سبب الاولين عشان تفضل شخصيتها سوية لما الست بتخرج من انثويتها لذكوريتها في الوقت الغلط ده بيدغط على نفسيتها وبيستهلكها بالاضافة ان الرجل اللي بيكسب قلبه بيحافظ عليه انثوية الست انسي خالص جوزك لما اجا تكلم مع الرجال على الذكورية هقوله نفس الكلام انسى سلوكيات مراتك وشخصيتها وحافظة على الذكوريتك عشان انت تستاهل كده لكن الكلام دلوقتي بالستات الانثوية لما تقرأ كده في الشرع الشريف قرآن وسنة وفي العلوم الحديثة وعلوم العلاقات يقولك فيها رعاية مش حماية رعاية وفيها تقدير على مجهود الراجل لما يعمل حاجة وفيها تسليم لراية القيادة يعني ايه انت اسبق دايما بخطوة وانا دايما مورياك ان انت سابق بخطوة اللي هي خلاصة كلمة شكرا الحال بتاع كلمة شكرا والحال بتاع كلمة من فضلك والحال بتاع كلمة ايه رأيك الرجل لما بياخد الاحوال دي الاحساس الانثوي ده من المرأة بيبقى في احسن نسخته في العطاء والحماية والتضحية ولما ما بياخدش الانثوية دي بيحصل له حاجة من الاتنين اما بيتراجع عن ذكوريته فتلاقيه بيجذب ويلاوع ويلف ويدور ودي مش ذكورية لان الذكورية فيها مواجهة وفيها تصدي وفيها وضوح وفيها حسم لكنه مش قادر يظهر الذكورية دي لانه مش تلاقيه انثوية او بيتوحش بتتوحش ذكوريته ويتقلب لعنيف فكرة حضرتك قصة السيدة خديجة لما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام برجع بعد ما شاف سيدنا جبريل وقال لها لقد خشيته على نفسي اللحظة دي بالنسبة لنا احنا كرجال لو تحطينا فيها دي لحظة احنا مش النبي النبي اعلى حاجة في كل حاجة احنا في اللحظة دي لحظة لجوء لحظة هشاشة فالستة هنا محتاجة تقوله لا انت كبير قوي انت كبير فبتقوله يا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلا والله لا يخزيك الله أبدا انت كبير قوي لك لا تصل الرحم تحمل الكل تقري الضيف تعينه على نوائب الظهر انت بتقف جنب الناس وبتساعد قريبك واللي عنده مصيبة بتقف جنبه ده اسمه ايه اسمه شيء من التقدير كده وتسليم راية القيادة انت حاجة كبيرة قوي عكس لما الواحد يروح يشكل مراته مديره وكلمه بطريقة مش كويسة او احرجه قدام الناس فتولصك طيب هنا فيه أم بتوجه ابنها الصغير قد بالك يا ابني وانت بتلعب قوعة تبقى طيب مع العيال الراجل الكبير ما يستحملش ده فتقوله بصلا سنت طيب عشان كلا المدير دايس عليك بلى الشخصية تديه وريهم الرجولة اه لا استنى هنا فيه أزمة كبيرة جدا لان هنا ما بقتش رعاية هنا بقت حماية وكان زمان الستات العرب تقول للست كده أشد ما تكونين له إعظاما أشد ما يكون لك إكراما وكان أحد برضو العرب يوصي بنته يقول لها إياكي وكفرة العتاب فإنها مطردة للود الراجل ما يستحملش ما تقول له انت زي تعمل كده مش كزا مرة قلت لك ما تعملش كده ده اللي بيسمير رجالة الندية انتعرف الندية دي كده ما مش ممسوك ان الدية هي رغبة المرأة في السيطرة ومغالبة الرأي عند الرجل والراجل بيضعف ويدوب لما امرأته تقول له إيه رأيك يا حبيبي أنا عندي اقتراح كده لو كان مناسب أنت أخذ القرار وتقول كل اللي هي عايزة في الثوب بتاع من فضلك ده لعارف إن الكلام ده محتاج بس يعني البنات تخدمه كده لأن أنا بعد شوية بعد لحظات هتكلم مع الراجل إزاي ومارث الذكورية بحنان بس عشان الراجل يبقى في أبها ذكورية واللي فيها حماية واللي فيها عطاء واللي فيها قيام بالمسئولية محتاجة الست دائما وحافظ على هذه الأنثوية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر